لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عبادة دينا الصفاء أيها الأحباب لازلنا نحلق سويا في سماء التقى والمتقين وتعالوا معي بعد أن تحدثنا عن هذا السمو في العبادة والسمو في الأخلاق ورأينا هذه الصفات في آخر ما تحدثنا فيه عن والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا في السلام وقل عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستخفرين بالأسحار تعالوا نستكمل هذا المشهد العظيم هذا المشهد الإيماني من خلال سورة الزريات في الحديث عن المتقين ماذا قال تعالى؟ إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محصنين مش فنحص كده حتة التقى والإحسان كده ميشى معنا على طول طيب هكذا ماذا كانت علامة إحسانهم؟ عزينا نعرف يعني إيه؟ إنهم كانوا قبل ذلك محصنين كيف فسر القرآن هذا الإحسان؟ ماذا قال؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروف جمع هذه الصفات الجميلة اللي يعني من خلال البيانة السابق في سورة البقرة إحسان في العبادة بين العب وربه وإحسان إلى الخلق هنا جمعنا اثنين وقمة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فهينا بقى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لأحد يراه والليل متواصل في التهجد الليل متواصل في العبادة في القيام وهذه من صفات رمضان الجميلة قيام التدرب يعني التدرب في الصلاة الليل في التراويح بل ونزداد ونشاطا كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل العش الأواخر من رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا ليله وأيقظ آله وشد المئصة صلى الله عليه وسلم دليل على الجهد والاشتاد هذا تدريب لنا في رمضان أن نكون من المتقين وأن نكون من المحسنين وأن نكون من قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون شوف الجمال وشوف الإنسان اللي بيعالج حتى قضية الذات النفس لجواك بتعالجها بتعالجها إزاي؟ وبالأسحار هم يستغفرون فيه كلام جميل للإمام النووي نقلوا عن العلماء في مثل هذا المشهد يقول الإخلاص هو التوقي عن الخلق والصدق هو التوقي عن النفس فالمخلص من لا رياء فيه والصادق من لا عشب عنده شوف الكمال شوف الجمال في كلام العلماء بيكلمني على قضيتين لابد لكل واحد فينا أن يعالجها إنه لا يرأي حتى لا يكون العمل يعني ليس فيه إفلاص وأيضاً لا يكون عنده العزب دي مشكلتين مشكلة الرياء ودي اللي بينك وبين الناس عايز ترأي الناس بعملك عايز الناس تشوفك وأنت في صوتك الجميل والصلاة والبكاء خلي بالك لو عملت كده بتكلف أو أردت أن يقال عنك قارئ مصيباً أول ثلاثة يصعر به من نار والعزب الله ثلاثة قارئ أو عالم ومجاهد ومنفق الأولان يقول يا رب كنت يسأل كنت ماذا تسعر؟ قال كنت أعلم كان يقرأ ربنا يقول له كنت تقرأ ليقال عنك قارئ خذو فاقبوع على وجه في النار والثاني كان ينفق بس ليقال جواد أو كريم والثالث كان مجاهد ولكن ليشاهد في الصف التلاثة لا إله إلا الله مجاهد يلقى في النار منفق يقع في النار قارئ القرآن ينفق في النار نعم لماذا؟ لأنهم لم يبتغي وجه الله فيها له دي خطيرة يا إخوانا الإخلاص عزيز الإخلاص نادر فمهم جداً إن إحنا ندرب أنفسنا على أن نعالج هذه المشكلة كبيرة مشكلة المراءة النبي صلى الله عليه وسلم حذر قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به مسألة يا إخواني في غاية الأهمية لابد أن ندرب أنفسنا على وذات في رمضان وليس فقط إنك تختفي والحمد لله كانوا قريباً من المجعون دول عالكم مشكلة الإيرياء بأنه قافل على نفسه وبيقوم الليل دون أن نادر بي أحد لكن لسه المشكلة النفس التي بين جنبي نفس دي صعبة الشيطان يأتي إليك في آخر الليل يقول لك أنت 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 الرجل الصالح وأنت المرأة الصالحة ويقول لنفسه يا أرض نهدي ما عليك أدي أنا بتاع ربنا لأ 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 عشان كده بتيجي أنت في آخر الليل الأسحار قبيل الفجر قبيل الفجر بي يعني دقائق بتعمل إيه بتقول أنا ولا حاجة يا الله يسلام على الجمال وبالأسحار هم إيه يستغفرون كما قالت على الصادرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والمستغفرين بالأسحار فهذا كانوا قليلا من الليل ما يجعون هذا هو الإخلاص التوقي عن الخلق توقي نفسك وتوقي عبادتك عن أن يراها أحد وبالأسحار هم يستغفرون ده التوقي عن النفس نفسك التي بداخلك أنت تؤدي وتقوم ب بلجان وتقول لا أنا ليس عندي التضاخل في الذات أنا عندي إنكار للذات أنا ليس عندي العجب أنا عندي التواضع وعندي أخشى يعني بعد هذا كله ألا يقضى العمل ثم أزداد أزداد جودا وكرما وعطاء لكي يقفر الله مني وفي أمر حق للسائل والمحروم هكذا ينبغي أن نتعلم من القرآن من دروس القرآن كيف أكون من المتقين وكيف تكون هذه التقوى بشقيها الإيماني التعبدي وأيضا الأخلاقي السلوكي من خلال المعاملة وبذلك نتقل بين الأمم وبذلك نعرض الإسلام كما نبغي أن يكون وكما قيل سلوك رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل نبد أن ندرب أنفسنا في رمضان على السلوكيات جديدة وأن نتغير وحتى يغير الله عز وجل ما بنا قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذه عملية تغيير شاملة في رمضان لابد أن يكون هذا التغيير يشمل كل شيء حتى تغيير ما بمفس ولابد أن نبدأ بأنفسنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أن أمعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزن ولا بمومنا نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا بالقرآن وأن يجعله لنا إماما ونورا وأن يذكرنا منهما نسينا وأن يعلمنا منهما جهلنا وأن يرزقنا كلا وتوآنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يضاه عنا وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة